اثر اغتيال المناظر السياسي والمنسق العام للطيار الشعبي محمد البراهمي وموارات جثمان يثارة يوم السبع والعشرين من شهر جوليا الفارق شهدت ساحة باردو بالعاصمة توافد اعداد غافرة من القوى التقدمية والديمقراطية ومختلف مكونات المجتمع المدني للتنديد بهذه الجريمة النقراء بلوعة الاسى والحزن تعالت وتوحدت اصوات السياسيين والمواطنين في الساحة لتطالب باسقاط الحكومة التي اثبتت فشلها في حماية ابناء تونس وحال المجلس التأسيسي الذي عجز على حد تعبيرهم عن تأدية مهامه على اكمل وجه فاستقبلتهم الوحدات الامنية بالقمع والقنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم وشل احتجاجهم اعتصام الرحيل قبل في اول ايامه بالعنف فاختارت القوى الديمقراطية الانسهارة في جبهة الانقاذ الوطني بهدف التعب الجماهيرية والدعوة للعصيان المدني كخطوة للضغط على الحكومة حتى ترحل وتتوقف اشغال المجلس التأسيسي تحركات الاعتصام سرعان ما لاقت تفاعلا ايجابيا من الاف الجماهير فنصبت الخيام امام مقر المجلس التأسيسي واتخذت من ساحة باردو مقرا لها وتوافقت مع اعلان عدد من النواب تجاوز الستين عن انسحابهم من المجلس التأسيسي والالتحاق باعتصام الرحيل الاعتصام الذي انطلق في ايام الصيام شهد تضامن العديد من التونسيين الذين قاموا بتنظيم موائد يومية لافطار جماعي جمع النواب المنسحبين من المجلس بالمواطنين ساحة اعتصام الرحيل تحولت في سهرات الشهر الكريم الى فضاء للعروض الفنية الملتزمة والمهرجانات الخطابية الداعية لمواصلة النضال ضد ما اسموح حكومة الاخوان المنتهية الشرعية شرعية اجتمع انصارها في احتصام موازن لاعتصام الرحيل لم يطل كثيرا بعد فشل انصار الشرعية في تعبيئته معتصم الرحيل تمسكوا برحيل حكومة اريقت في عهدها دماء المناظرين فكان السادس من اوت موعدا تاريخيا للتذكير بمحاسبة مغتلي شهيد الوطن شكري بالعيد توجه الالاف الى ساحة الاعتصام ليهتفوا بصوتا واحدا لا للعنف لا للارهاب لا للاغتيال المرأة التونسية من جهتها لم تتوقف يوما عن تصدر نضالات الدفاع عن الوطن وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية فقد خرجت حشود هائلة من النساء في يوم عدهن الوطني ليحتفلن بالذكرى السابعة والخمسين لتأسيس مجلة الاحوال الشخصية مجلة حفظت كرامتهن فنبهن وحذرن كل من تسويل له نفسه المساسة من حقوقهن وحرياتهن معلنات مواصلة النضال نساء رجال شباب كهول سياسيون مواطنون رفعوا شارة النصر وصرخوا لا للعنف لا لإراقة الدماء هتفوا ارحل لما اسموه حكومة الرشي والدماء شعار اتخذ له شكل حملة انطلقت اليوم حاملة اسمه حملة ارحل